بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها السيدة المشاهدون إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبر قناة البلاد نحييكم وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أنوار رمضان ما إن يحل يوم السابع عشر من رمضان إلا وتحتفل أمة الإسلامية بحدث عظيم ومناسبة كبيرة من تاريخ أمتنا الناصع بالإنجازات العظام إنها غزوة بدر الكبرى أو التي يطلق عليها اسم معركة السماء وتخطيط الأرض ما هي الأسباب والدوافع التي أدت لهذه الغزوة المباركة ما هي العبر والعضات التي نستقيها منها وكيف ننصر ديننا في هذا الزمان هل بالغزوات أم هناك وسائل أخرى ننصر بها ديننا في هذا الزمان؟ تلكم أسئلة وأخرى يسعدني بل ويشريفني أن أناقشها في هذه الحصة المباركة مع ضيف عزيز علينا ما يحل علينا هو فضيلة الدكتور موسى عبداللاوي محببك دكتور أهلا وسهلا أستاذ أحمد ما يجزيك بكل خير شرفتنا بحضرك دكتور الله يبارك فيك إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله صالح الأعمال إن شاء الله أمين يا رب العالمين إن شاء الله عز وجل الشيخنا الفاضل غزوة بدرين الكبرة هي حدث عظيم من أحداث أمتنا وهي أول غزوة قادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لك نقول لي بعض المشاهد من الغزوة هذه باختصار بعدين ندخل في الأسباب وفي الدوافع وفي الفوائد والعبع التي نستقيها من هذه الغزوة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ولن أتوجه بالشكر لك ومن خلالك إلى قناة البلاد على هذه الاستطافة قبل أن نتطرق إلى هذه الغزوة أريد الأستاذ أحمد أن نؤكد على شيء الأول أن المسلم لما ينتصر على نفسه ينصره الله على عدوه الغزوة وقعت في رمضان وفي رمضان المؤمن والمسلم ينتصر على نفسه من خلال هذه المدرسة الربانية وهذه المحطة الإيمانية بل إن المتتبع لتاريخ المسلمين والعرب يجد أن معظم الانتصارات التي حققها المسلمون والعرب كلها وقعت في رمضان غزوة بدر فتح مكة اليارموك الزلاقة فتح الأندلوس حتى آخر حرب قادة العرب حرب أكتوبر 73 كانت في رمضان هي المعركة التي انتصر فيها يعني هناك ميزان عدالة كلما اقتربت إلى الله كلما نصرك الله سبحانه وتعالى على عدوك إذا انتصرت على نفسك لأن قربك إلى الله يقاس بمدى طاعتك له فإذا اقتربت إلى الله بطاعتك نصرك الله على نفسك وعلى عدوك غزوة بدر هي منعرج منعرج فاصل في تاريخ البشرية هي منعطف في حياة المسلمين لو لاها لما كان للإسلام شأن اليوم حتى الرسول عليه وسلم نفسه لما خرج للتجارة للقافلة وانقلبت الأمور إلى النفير دعا الله سبحانه وتعالى ودعاءه في هذه القضية يبين بأن المؤمن شأنه كلهما ربطبت بالله سبحانه وتعالى إذن هذه الغزوة باختصار كان سببها أن المسلمون أن المسلمين لما خرجوا من مكة خرجوا بأجسادهم فقط تركوا أموالهم ودورهم وتجارتهم وكل شيء هذا العبارة لماذا؟ احتلقوا القائل بأن الأصل في الخروج هو التجارة هو الاستلاع على الأموال هو الاستلاع على ممتلكة الناس لا هذه الأموال تاريخيا فيها من أموال المسلمين التي استولى عليها المشركون التي تركها المسلمون الأوال المهاجرين الخروج الذي ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين ليخرجوا إلى القافلة كان بسبب أن يعوضهم ما تركوه في مكة وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عيون وهذا جائز أن يكون لكل دولة عيون لكن بضوابط كما ذكر العلماء فجاءه الخبر بأن عير لقريش تحمل أموالهم قادمة من الشام إلى مكة فندب المسلمين إليها ولم يندب البقية من المؤمنين والمسلمين الذين يسكنون العوالي يعني خارج المدينة وبالطبع استجاب له أولا المهاجرين لأنه بقي يلح ويعيد فأجابه أبو بكر ثم أجابه عمر ثم أجابه كذلك المقداد بن عمر وهم من السياد المهاجرين ولكنه بقي يكرر حتى تفطن سيد الأنصار وسيد الخزرج من الأنصار تفطنوا وهو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا قالوا يا رسول الله أمنا بك وصدقناك ونشهد بأننا ندافع عنك فأمضي فنحن معك لا نقول لك ما قال اليهود لموسى أمضي وأنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون فاطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الاتفاق الأول في وثيقة المدينة كان ينص على أن الأنصار يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعونه داخل المدينة وليس خارج المدينة المهم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك حكم يعلمه الله سبحانه وتعالى أن أبا سوفيان علم بأن المسلمون خرجوا لملاقات القافلة فأرسل ضمضم بن عمر الغفاري إلى مكة يستنجدهم بسبب القافلة التجارية ولكن غير الطريق وترك المدينة تركها على يساره وأخذ طريق الساحل وابتعد بالقافلة فمكة لما بلغها الخبر خرجت لملاقات الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له عيون فعلم بأن أيضا المشركون قد خرجوا إليه فوجد المسلمون أنفسهم ليس أمام المال وأمام القافلة بل أمام عدد كبير يفوقهم ثلاث أو أربع مرات فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم من المرة الثانية لاحظ المرة الأولى دعاهم الخروج ثم من المرة الثانية توقف وبدأ يشرح لهم بأنكم خرجتم إلى العير ولكن الآن أمامكم النفير والعير قد ذهبت وسلكت طريق آخر ونجت فما موقفكم فرد عليه كثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار أن نمضي معك يا رسول الله وفعلا تموقع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بقرب أبار بدر وهناك وقاع كثيرة وقعت هنا استشارة في هذا المكان وجاءه الخباب بن المنذر فقال له بأدب يا رسول الله هو وحي من الله أن تنزل بنا في هذا المكان أما هو الحرب الخداع والمشورة قال الحرب خداع ومشورة فقال إذا ننزل فنجعل الأبار وراءنا حتى إذا جاء المشركون لم يستطيعوا أن يأخذوا الماء ولم يشربوا ونحن نحمي هذه الأبار فيكون قلة الماء على المشركين عونا للمسلمين وبات النبي صلى الله عليه وسلم في العريش الذي بني له يجأر ويدعو الله سبحانه وتعالى هذا مجمل للغزوة وبدأ يطمئن الصحابة بأن يبين لهم بعض الأماكن التي تكون أماكن صرع المشركين إلى آخره هذا ملخص بسيط لغزوة بدر نعم شيخنا الفاضل كما يقال أن لكل أمر أسباب فيعني باختصار ما هي الأسباب الحقيقية والدوافع التي أدت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذه الغزوة حقيقة كما أجبتم أنها ليست كما يشاع أنها للمال أو لمصلحة الدنيا وإنما لنصرة الدين فعلا هذا السؤال وجه لأن المعركة كما قلت في المقدمة هي سميت بمعركة الفرقان هي معركة فاصلة بين الحق والباطل فاصلة بين أمر عظيم وهو دين الله سبحانه وتعالى وأمر باطل وهو دين الشيطان لأن هذه المعركة قادها النبي صلى الله عليه وسلم وفي المقابل قادها إبليس وقد جاءهم في صورة رجل يعرفونه في قريش هو الذي قدم فالسبب الرئيسي الذي دعا للرسول السلم إلى الخروج هو نصرة الدين هو نصرة الدين ونعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فهذه المعركة لو لقدر الله وقع فيها خسران وهزيمة لا يعبد الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأرض وإنما لحكمة أن الرسول في البداية خرج للعير فإذا به يجد أمامه المفير الحكمة الأساسية هي نصرة دين الله سبحانه وتعالى وفعلا هذه الغزوة كما قلت منعرج ومنعطف خطير لأن المشركون إن هزموا المنافقون تزعزعوا واليهود اضطربوا وكانوا يعني يبثون دعايات وإشعات بأن هذه المعركة هي نهاية حتى أنهم لم يصدقوا لما أرسل الرسول سلم مخبر للمدينة ليبشرهم بالانتصار بثوا دعايات بأنها غير حقيقية حتى رأوا بأنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم قادم ومعه الأسرة لأنه أسرة سبعين أسير وقتل سبعين وتوفي من المسلمين أربعة عشر فالهدف الأساسي هو نصرة الدين فقط هو رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الحكمة من خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة نعم شيخ ملفاضل إذن إذا كانت هذه الغزوة يعني هي معركة أرضية وتخطيط أرضي لكن كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى كان هناك التأييد عندما المؤمنون توكلوا على الله عز وجل الحق التوكل كان النصر من السماء ولم يخيبهم الله عز وجل فعلا هو النصر هنا كان نتيجة عدة أسباب أولا كما قلت هو الإخلاص وحق التوكل على الله سبحانه وتعالى الناس خرجت من أجل المال النية الأولى خرجوا ليعوضوا ما تركوا هو حق شرعي لأن في الحرب كل ما تملكه وكل ما تأخذه من المحارب الذي أخرجك وظلمك فهو حقك فما بالك أن بعض المؤرخين أكدوا بأن كثير من الأموال التي تركها المسلمون لما هاجروا بأجسامهم فرين بدينهم هي فيها بعض الأموال في هذه الغزوة هذا ما حققه كثير من المؤرخين إذن لما تخلص النية أولا وتتوكل حق التوكل على الله سبحانه وتعالى سينصرك المولى سبحانه رغم القلة العدد المسلمين يقال بأنه كان حوالي 314 أو 315 وعدد المشركين كان بين 900 والألف هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض الصحابة عن عددهم فبعض المشركين الذين أمسكوا بهم في ليلة المعركة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم عددهم قال لا أدري قال كم يذبحون قال بين التسعة والعشرة وكل جمل لمائة إذن عشرة تساوي ألف وتسعة تساوي تسعمية فهذه الغزوة كما قلت هي فيها عدة عبر وعظات من بينها أن المدد الإلهي تجسد في هذه الغزوة تجسد المدد الإلهي بماذا؟ بنزول الملائكة يقودها جبريل تقاتل مع المسلمين حتى أن العلماء قالوا متى يأتي المدد الإلهي؟ هل اليوم يأتي المدد الإلهي للمسلمين؟ قالوا نعم إذا استنفذ المسلم بعد الإخلاص وحق التوكل كما قلت على الله سبحانه وتعالى وإعطى كل طاقته وكل ما يملكه من قوة وانتهت طاقته وتوقفت طاقته سيأتي المدد الإلهي في أي صورة لا تتوقع قد ينزل جبريل كما نزل في غزوة مدر يقود ملائكة قد تكون بعض الظواهر الطبيعية مثل الرياح أو الأمطار أو أي أشياء ووقعت هذه في الثورة التحريرية ونعم في الثورة التحريرية الذي يقرأ كتب التاريخ سواء لعبد الرحمن الجلالي أو ليحياء أبو عزيز أو لمبارك الميلي يعني كرمات وقعت في ثورة التحرير الكبرى أعطيك مثال في غزوة مدر نزل مطر خفيف رذاذ أولا هذا المطر هو أمسك الأرض لأنها رمال ثنين أنعش الأجساد جميع الغزوات الكبرى جميع الغزوات الكبرى والمعارك الكبرى في الثورة التحريرية الجزيرة كانت تسبقها أمطار خفيفة أعطيك حكمة أخرى أو كرمات أخرى في غزوة مدر نام الصحابة غفوا يعني ناموا لم يناموا كثير ولكن ناموا تلك الليلة معظمهم يعني نام جاءت غفوة من النوم جميع المعارك بشهادة كثير من المجاهدين الكبار سمعته شخصيا الشيخ شبوكي يروي هذه القضية في أحد ملتقين الفكر إسلامي رحمة الله عليه قال كل المعارك التي اخذناها سواء في الليلة أو في النهار في انتظار قدوم العدو أو تربص مجيء العدو قبل الانطلاق بدقيق كان دائما يغشينا نعاس سبحان الله هذه ثورة التحريرية فما بالك بيعدرس إذن قضية نزول المدد في أي صورة أو النعاس أو نزول المطر تحقق في الثورة التحريرية كما تحقق في غزو هذه كرمات من الله عز وجل هذه كرمات من الله سبحانه وتعالى من عندما ينصر الله ينصر الله سبحانه وتعالى هناك شيء آخر أيضا إذا سمح استسمحك تكتنفضل نأخذ فاصل قصير إن شاء الله عز وجل ونستكمل بعدها إن شاء الله إخواني أخوتي فاصل قصير ونعود بحول الله سبحانه وتعالى ابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل دكتورنا الفاضل نحن نتجاذب أطرف الحديث حول غزوة البدر وتلك الكرمات لكن لا تتأتى تلك الكرمات إلا عندما ينصر المسلم ربه فينصر الله عز وجل في عنصر آخر أظن أنه جد مهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق بين أصحابه مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم صحيح هو من حيث المبدأ قال العلماء الشورى للنبي صلى الله عليه وسلم ليست ملزمة معلمة ليست ملزمة معلمة لماذا؟ لأنه يوحى إليه لكن الرسول والسلم أراد أن يعلم الأمة في استشار الأصل أن الرسول والسلم شورى بالنسبة له معلمة ويعلمنا يعلم القائد والحاكم وكل مسؤول حتى الآب في أصراته أن يشاور والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر استشارة حوالي أربعة أو خمس مرات فالخروج استشار حتى سمع من عمر وأبو بكر والمقداد ابن عمر ثم سمع من سيد الأنصار الخزرج والأوس سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ثم استشار في المكان لما جاءه الخباب بن المندر وسأله عن المكان هذه استشارة ثانية ثم استشار في الأسرة بحيث أن كان له مستشار عن اليمين لهو أبو بكر ومستشار عن اليسار لهو عمر عمر بحكم أنه قوي وشديد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم وأبو بكر لي وكذا قال خذ منهم فدية واتركهم حتى نزل القرآن الكريم ما كان للنبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم هنا ما للقرآن الكريم وأيّد عمر بالخطاب لكثير من القضايا معروفة في القرآن الكريم أن عمر هو كان سبب نزول كثير من الآيات هذه الثالثة استشارة في الخروج واستشارة لما فرت القافلة الثانية واستشارة في المكان واستشارة في الأسرة هذه أربع مواقع استشارة فيها النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان بإمكانها لا يستشار لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجانب الخطأ إذا جانب الخطأ ينزل القرآن الكريم عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما كان للنبي أن يكون له أسرة تنظر دائما القرآن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جانب الخطأ لا نقول أخطى تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك الشورى لأستاذ دحمان هي معلمة وليست ملزمة لكن فيها هدف كل مسؤول كل قائد كل رب أسرة يستشير يصبح محبوب ويستطيع أن يجمع الناس من حوله لماذا لأن عندما أستشيرك ما معنى هذا معنى أنني احترمت فكرك واحترمت عقلك وعطيتك مكانة لكن الإنسان الذي لا يستشير ولا يستخير ويأخذ برأيه لابد أن يقع في مشاكل كبيرة وفي قلق الكثير هذا يعني معروف وكل الحضارات التي بنيت فيها الدول الديمقراطية بنيت على الاستشارة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار نعود أيضا إلى أمر آخر ربما له مكانة كبيرة ينسى كثير من ناس الدعاء الصحابة رضوان الله عليهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبسط الأمور أبسط الأمور يدعون فيها الله سبحانه وتعالى ربما نحن نغفل على قضايا كبرى لا نهتم بالدعاء لأن في الدعاء ماذا؟ تذلل واعتراف بأن مسير الكون هو الله سبحانه وتعالى هذا نبي الله موحى إليه ومؤيد بالوحي وله دلالات قالها قبل الغزوة وذكرناها في المقدمة أنه سينتصر ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج مجموعة من الصحابة ويريهم أماكن التي سيقتل فيها كبار المشركين وفعلا الأماكن التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هي نفس الأماكن التي سقط فيها كثير من رؤوس المشركين هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى لكن رغم هذا لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة وهو يجأر ويدعو الله سبحانه وتعالى دعا في الخروج دعا لما نجدت القافلة ودعا ليلة المعركة بل لم ينم كان يبكي ويجأر إلى الله والرداء يسقط يعيده أبو بكر ويقول له يا رسول الله هو عليك نم قليلا ارتاح قليلا رغم أنه مؤيد ومنتصر لكن هذه القضية نستفيد منها أن الدعاء هو أساس كل شيء أي حركة خروجك من بيتك تدعو دخولك في السوق في كل مكان لأن بذلك الدعاء فأنت تعترف بأن المضبر والمسير والموفق هو الله سبحانه وتعالى لكن احنا نغفل عن هذه القضية سبحانه وتعالى نعم دكتورنا الفضي كيف نستطيع أن نسقط أحداث هذه الغزوة وعبار هذه الغزوة على حياتنا اليوم على واقعنا اليوم على واقع الأمة الإسلامية كيف تستفيد عملية من هذه الغزوة المباركة أولا قلت أن المسلم متى ينتصر على أعدائه إذا انتصر على نفسه المسلمون اليوم يعيشون كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه الدين المغشوش اليوم نعيش دين مغشوش نصلي ولكننا نكذب نصلي ونسرق نصوم ولكننا نربي ونغش ونحتكر في السلاع ونرفع إلى آخره هل هذه أثار العبادات؟ العبادات الأستاذ دحمان التي فرضها المولى سبحانه وتعالى وهي لا تزيد في ملكه شيء وإذا كفرنا كلنا لنقسم في ملكه شيء كل العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى هي لصالحنا هذا الصيام الذي فرضه علينا هو لصالحنا ربما مر عليك أطباء وبعض الدعاة أعطوك فوائد صيام الاجتماعية والنفسية والصحية إلى آخره ولذلك لما الإنسان أولا يخلص في عبادته للمولى سبحانه وتعالى ويشعر بأنه انتصر على نفسه سينصره الله سبحانه وتعالى حال المسلمين اليوم الأستاذ دحمان معروف هل هذه هي صورة الإسلام؟ لا ليس صورة الإسلام الحقيقية ولذلك رحم الله أحد العلماء الذي قال إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة عدنا نجول ونزور بعض الدول التي بين قوسين نصميها كافرة نجد فيها الحرية والعدالة وحقوق الإنسان وكل شيء كأن الإسلام مجسد هنا هنا في المعاملات غير مجسد في العقيدة فقط هم سبقون إلى الإسلام العملي ونحن بعيدين كل البعد عن الإسلام ولذلك لن ينصرنا الله سبحانه وتعالى لن ينصرنا وجد في بعض المعارك العربية اليوم في الدبابات صور لنساء عاريات هذا ما يقوله الشيخ الغزالي في كتاب قضايا في العقل ووجد في دبابات اليهود الطورات وأدعياء وصلوات يقيمونها قبل المعارك إذا أهل الصحابة ثلاثمائة مقابل ألف انتصروا وقتلوا سبعين وأسروا سبعين بماذا؟ بقوتهم أبداً بانتصارهم على أنفسهم وإخلاصهم وتقوهم ولذلك إذا أردنا أن نسقط هذه الغزو أولاً ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزو؟ عشر سنوات وهو يربي في دار الأرقم بن أبي الأرقم كان يفرغ ويملي كون مجتمع في المدينة الغزوة كانت بعد سنتين بعد أن أقر وأقام الدولة وأرصى قواعدها وكون المجتمع ثم بعد ذلك أن خرج للحرب لا يمكن للمسلم أن يقود حرب اليوم كما يدعي بعض الدواعش أو بعض المغفلين الحرب على أمريكيا والحرب على كذا هل لك قوة موازية؟ هل لك قوة إيمانية لتقودك إلى هذه المعركة وتنتصر فيها؟ بغض النظر على القول العسكرية رغم هذا أننا نستطيع أن نقول جواباً عن سؤالك بأن المعارك تختلف اليوم المعركة معركة علم إذا أمسكت بزمام العلم تستطيع أن تنتصر اليوم المعركة معركة اقتصاد إذا عندك اقتصاد يتبعك كل الناس اليوم لو أمسكت البواخر هذا هي الحرب الحقيقية ولو أمسكت البواخر الدوا والقمح لا تأكل بئس الأمة التي لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تنسج هذه أمة فاشلة الاكتفاء أولاً بالنسبة لبلدك ثم بعد ذلك تحدث عن الحرب نعم دكتور قبل الختام نحن أمة نتقاء ونحن أمة لا تفخر بمورثها في الحقيقة لو يتأمل إنسان قيمة هذه الغازوات للنبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كثير من الدول في وقتنا تستفيد من هذه الأمة ونحن غافلون عن تاريخنا أولاً النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من تجارب الأمم السابقة بعض الصحابة الذين جاءوا من الفرس أو جاءوا من الروم حتى وإن كان أصلهم عربي سواء بالرومي أو السلمان الفارسي الحكمة ظلت المؤمن إنما وجدها فأحق بها النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من جميع التجارب ولكن رغم هذا له هو طرق وأسليب خاصة يحكي شيط خطاب في أحد كتبه حول السيرة ومعارك الرسول أن معظم المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة غزوة بدر وغزوة الخندق تدرس الآن في أكبر الكليات العسكرية الإمريكية وغير الإمريكية يأخذون خطط النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه يأخذون كل صغيرة وكبيرة وتدرس في أكبر الكليات العسكرية لأن أي معركة لابد أن لها تخطيط ولابد أن لها تهيئة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخذ هذه المعركة بالملائكة فقط أنا قلت بأن المدد الإلهي لا يأتي إلا بعد أن تخلص وتتق الله وتنتصر على نفسك وتقدم أقصى جهد عندك هناك إذا توقف هذا الجهد معه الإخلاص والتقوى يأتيك المدد الإلهي لا تدري في أي شكل من الأشكال واسأل عن ثورتنا المباركة ثورتنا المباركة كان عددها قليل وعدتها قليلة ولكن كان ينزل الضباب يحكي لأحد المجاهدين بأنهم كانوا في أحد المعارك جاءتهم الطائرات من السماء والدبابات من الأرض فأرسل للمولى سبحانه وتعالى الدخان وضباب هذا الدخان لا يعلمون من أين أتى الطبع من الله سبحانه وتعالى وضباب مع سقوط أنطار ورعد وأصبحت الدبابات تضرب الطائرات والطائرات تضرب الدبابات وخرج المجاهدون في سلام وانتهت المعاركة بانتصار المجاهدين هؤلاء المجاهدين رغم أنهم غير علماء لكنهم إخلاصهم لله سبحانه وتعالى تقواهم أحد المجاهدين في هذه القضية يقول والله يقول لنا صباح المعركة يقول هيا بالدارجة هيا ندخلكم للجنة بصبابتكم سبحانه وتعالى لا يعرفوا هو الفقه ولا يعرفوا يعني حقيقة العلوم الشرعية ولكن نيته مخلصة هذا تحقيق ويروى لي ومذكور هذا في كثير من الكتب التاريخية عندنا أن في كل سرية أو في كل فرقة من فرق جيش تحري الوطني كان معلم قرآن هذا المعلم يعلم القرآن ومعلمه أيضا ماذا يفسر القرآن الكريم يفسر القرآن ويحرذ المجاهدين أعمروش كان يقيم الحزب الراتب كان النصيحة التي وجهت له من طرف البشير الإبراهيم لما طالبنا هو المصحف الذي وجد في جيبه وكان يقرأ مع المجموعات إذن نحن نقول بأن معارك الرسول صلى الله عليه وسلم الآن موجودة في كبرى الكليات العسكرية هم استفادوا من سيرتنا واستفادوا من تاريخنا ولكن نحن لم نستفيد حتى صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي الذي يرجع إلى التاريخ يقال بأنه استفاد كثيرا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الغزوة بالذات وصلاح الدين الأيوبي كان يقرأ كثيرا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد الفاتح كان متعلقا جدا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبمعارك الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في مجموعة من الكتب ورواه كثير من المؤرخون إذن السياسي أو العسكري لابد أن يرجع إلى سيرة رسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ معارك الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ منها إن شاء الله عز وجل الله يجزيك دكتورنا الفاضل شكرا على هذه الكلمة نهيات عصر الله عز وجل يجعلها في ميزان حسناتكم آمين يا رب الله الله يبرك فيك إخواني أخواتيها قد وصلنا لختام هذا العدد من برنامجكم أنوار رمضان هي تلكم غزوة بدر الكبرى معركة السماء وتخطيط الأرض والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم نسأل الله عز وجل ينصرنا ويوفقنا إن شاء الله عز وجل موعدنا معكم غدا إن شاء الله عز وجل يتجدد في عدد جديد من برنامجكم أنوار رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته